بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحي عوضة من لساني يفقه قولي أيها الأحبة شاباني في مقتبل العمر صحة وشباب ووفرة ومال يتكلمون أربع خمس لغات من بينها العربية عاشوا بين العرب في البلاد العربية يعملاني في مركزيني للأبحاث والتخصيصاني في الفكر العربي وفي التفكير العربي وفي تصيد أخطاء العرب والمسلمين كانوا مالين قاعدين ملوا قالوا شو رأيك واحد للتاني شو نضحك شوي عن المسلمين النصائرين نحن مضحكة قالوا هاد لك شلو قالوا كوالي هماك لك صار في أب اسمه فيبر وأب اسمه واتس أب هلأ شوف هلأ أنا بحط كذبة وببعتها لواحد وبتشوف إذا ما بتدور العالم كله وبترجع لعندي صدق لا تصدقني قالوا شو لح تساوي قالوا شوفها عن قرقور ابن كعكي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشر للرسول أن يقول قال هذا الكلام إن أنا فقط للتنبيه اشربوا الزعاف فإنه منق للكلة ومجلل البصر رواه الهم لالي في كتاب الزهر الوافر على ضفاف النيل الزاخر انشرها لك الثواب عند الله حطك حطها بالواتس أب وبعتها راحة الأول مسلم يا سلام فيها خير ابعتها للتاني ابعتها للتايت ابعتها للرابع دارت العالم كله ورجعت لعنده أدور فيه يضحك قالوا ما قدلون جدبان معلش لا تزعلوا مني لأنه الحقيقة مؤلمي أكتر من هيك وهذا أمر حرق قلبي من عشرين سنة العلماء بنبهوا لك يا ناس لا تبعتوا شي إلا ما تكونوا متأكدين من صحته لك من عشرين سنة نفس الإشاعات بالدور حديث موضوع منكر العلماء حذروا منه اللي بعتوا لي على الواتساب أول سنة بقول له للشخص اللي بعته لك أخي هذا ما بجوز نشره هذا حديث موضوع ما له أصل بعد سنة نفس الشخص بعت لي نفس الحديث لك لحجن لك شو ها لا تخفو ما ليس لك به علم إن السمعة والبصرة والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولة لك بس بننشر لك فكر لحظة شغل مخك لحظة إشرب السم الزعاف لك إذا شربت السم الزعاف شو بيصل لك في دكتور صديقنا اسمه دكتور محمد بيشتغل بفرنسا طبيب أطفال إجاء طفل معه قصور كلوي قصور كلوي حاد الدنمي تدايع كتير الدكتور طلع هادة الولد مشاربينه عشبة الدكتور جاء بصورة العشبة عرفنا إنه هاي العشبة اسمها عشبة الحرمل بعثنا كتبنا على الفيسبوك حزرنا الناس إنه انتبهوا هاي العشبة ممكن تأدي لقصور كلوي عند الأطفال لك فيها مواد كتير قوية لك ملعبة لك الأعشاب فيها مواد قوية ملعبة يعني المهم اليوم قبل ما طلع الصبح بكي أخ صديق علي عزيزي علي بعتلي قال حديث عن الإمام جعفر إنه هذا الحرمل إذا واحد زرعه بيطرد الشياطين وكل حبة من حباته وعنده ملك موكل فيها خرافات لك عشب بيطرد الشياطين لك هو العشب إذا أجيد دعست علي بيدي دافئ عن نسه شلوم دي يطرد الشياطين ويجيب ملائكة عشبة وبعدين بيطرد الشياطين وبيحضر الملائكة وبيحمل السحر وما بعرف شو وما بعرف شو بعدين كاتب اشربوه مفيه جدا للصحة وفوق منها أعطوه للأطفال كتبنا للأخ لك يا أخي هذا هذا فيه بضر الأطفال هذا هيك الدكتور الدكتور قالنا مو كلام من عنا بعث لي رسالة قال هذه الرواية ما بعرف رواها طائفة طائفة وعلماء من طائفة أخرى وما بجوز إنكارها لك يا أخي أنا ما أنكرتها بس أنا عم أقول لك كل أحاديث إلها علماء متخصصين هذه مواضيع إنسان ما لازم إلا يتأكد ما فيها مزح ما فيها لعبة يعني إذا واحد نصاب بالقصور الكلوي نتيجة الرسالة تبعك شون ما تقابل الله يوم لأيامين شون ما نقابل الله يوم لأيامين وليحنا سببنا لواحد عجزناه بجزمات مورا إنه إشرب الزعاف فإنه المؤقي للكلى ومجلي للبصر ومين هذي رواء لهم لالي مين هذي لهم لالي كلها أسماء أنا من عندي كلها خرافات بضحكوا علينا الله وكيلكم عدوا بضحكوا علينا لا حوله ولا قوة إلا بالله فإنشان الله سامحوني أنا بتدائق كثير لأنه إحنا ما كنا نتعلم من الدروس لك يا أخي فيه أشياء كثير واضحة فيك تنفي افتاح كتاب يلياضي الصالحين قول منه حديث وبعته افتاح كتاب صحيح مسلم صحيح البخاري يعني شوف فيه عندك كتير أشياء أما ممكن لواحد بعت لك شغلة خلص صدقة وتبعتها يا إخوتي انتبهوا حسب المعلومات الأولية اللي توصتنا اليوم إنه هذا الطفل أصيب بالفشل الكلوي كلوين ضربوا من هذا العشب اللي اسمه الحرمل فانتبهوا يا إخوتي يعني كلام هذا مؤكيد والأبحاث الساعة يعني في هذا الحرمل في 20-30 مادة على الأقل كيموية قوية ممنع شو كلها قلويات بعض منها صحيح إنه بيقتل الديدان وبيقتل الصفيليات بس ما فينا نحن نحكم على القلويات الأخرى الموجودة فيه شو تأثير على الكلوي فانتبهوا يا إخوتي ما تلعبوا هاي الأعشاب مشغل لعبها الله يزيكم الخير وسامحوني لأني عصبت بس لأنه شي بطق شي بفجر شي بجنن سلام عليكم اشتركوا في القناة